مساء الخير على كل مستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما نرفقة للكاتب والبحث تفتح لنفسي وعلم النفس الأستاذ مامور مبارك الدريبي مساء الخير أستاذ مرحبا مرحبا لسناء مساء النورلا مرحبا شكرا الله بارك فيك أستاذ دولي غروي لسمحتي أستاذ قبل ما ندخلوا عيني في معنى الأشياء ديال موضوعنا اليوم وإحنا كنواقبون خلال برنامج بكل وضوح كل الأحداث اللي كتهم المغرب وكتهم المغربة دائما تتوضح لنا المعاني والمفاهيم ديالأشياء وميفوتناش اليوم أنك تعطي للمغربة قرأتك للحادث الموتير للجدل اللي بغينا نقوله اللي لا حديث للناس وللمواقع التواصل إلا عليه واللي هو يعني إعفاء السيبن كيران من تشكيل الحكومة نظر التعطير اللي عرفته يعني تشكيل الحكومة اللي دار كتار من خمس شهر فنبغيوه أستاذ وعيوه المغربة تعطينا قرأتك للحادث هو نحب المغربات يعرفوا بأن الفكر الإسلامي عنده بنيات خاصة به وإلا عقلتوا في هذه الحلقة الخراق كلمت بشدة على صغة الوقف والحد فصغة الوقف فيها مفهوم وصغة الحد هو عارض كي يوقف لك في وجهك يا إما قوة يا إما سلطة يا إما عجز يا إما شي حاجة ممكن يخليش الإنسان يتقدم هذا الإعفاء من طرف المالك الله ينصره السيبن كيران خمس شهر الله هي مية وخمسين يوم مية وخمسين يوم والمغرب متعطل واحد الأمور كبيرة جدا شركات ما كيتخلصوش شركات خصوهم يسوميسيوني ويعرفون ميزانية باش يخدموه اقتصاد البلاد مسائل استراتيجية كيف تتحرك أوروبا أمريكا العالم يتحرك واش ممكن تخيلو البورصة دير الدار البيضاء متعطلة يوم واحد مئات الملايير غضيح نتخيلو بنك المغرب سد نهار مئات الملايير في هذك النهار غضيح واش احنا واحد البلاد اللي عندنا تحدية كبرى من ناحية البطالة دي الشباب عندنا تحدية كبرى من ناحية الصحة المواطن عندنا تحدية كبرى من ناحية الجيوستراتيجي اللي احنا في منطقة حساسة جدا توطور من غير المغرب شوفوا المنطقة المغاربية وشوفوا من مناطق الأفريقية شوفش حال من توطور سياسي وشوفش حال من نزوح ديال ناس يقطعوا البحارة يموتوا بالمئات واش ضرفية عادية هذي ولا ضرفية شنو صيغة الوقف هو الشخص من اللي كيوقف نفسه بنفسه يكون عنده واحد الحس يكون عنده واحد واحد الفهم صيغة الحد هو واحد الشخص كيقوم بدوره المالك رحامي البلاد والعباد في المغربة الحمام المغرب بلاد قوي ومالك ديال المغاربة مالك قوي محمد السديس مالك صبار حنين عطوف ولكن ره رجول قوي والقوة هو انه بعد ما فرزات الانتخابات سيدنا الله ينصروا عين السيبن كده في 48 ساعة ما تعطلش على اسبوع ولا شهر ولا 48 ساعة اقدر المسؤولية الاسباب اللي احنا سمعناها والاسباب اللي كنقرأوها متعددة السياسة هي دي كلها اكرهات وكلها صعوبات السياسة مع مرامة كانت نوزها ولا ولا لعب كورة السياسة رغي عارضك هذا وعارضك هذا احد العذاد كيتكلم المخزن للمخزن فرق كبير الحبب ما بين المخزن والمخزون المخزن هو مصطلح مغريبي يقصدو به السلطة ويقصدو به الناس ديال السدوك يقصدو به الناس ديال الخدمة فالمخزن هو فين كي يدار مخزون ديال السلاح واللمونة اما ما كيش في المغرب ينخزون المالك يخدم بالتسطور خمس شهور مهلاء احنا كنديروا صفقات وكنديروا عمليات في ساعتين في ساعتين كنقلسوا مع التسعود الصباح ولا مع التمانية مع العشرة نضينا شغلنا لان الناس يخدموا لان الشهرات غيكي سالي عندك ربعات الاسابيع حيدمنها السبت والحد وحيدمنها وقت الغداء ووقت القهوة ووقت الصلاة تحركي يبقى لك تخدم فيها 3 يام ونس سي مانا رعدنا فيها 5 يام و 6 يام إلا يجي تحسب سوية هاد الخدمة رعد 3 يام ونس شهر ضغيكي يقف على الواحد سي بن كيران هو رجول نكن عارفو نعرف عائلتو رجول صالح مواطن مغريبي ولكن كل واحد عندو فهم احنا داوين على الفهم كل واحد عندو فهم للسلطة عندو فهم للسياسة اشنو الفهم من عند المغربة اكبر حيزب في المغرب ما عندوش كتر من مليون الاتباع مغرب رفيه كتر من 30 مليون هانتو ما شدوك على الاحزاب المغرب وقلوش حال عندك الاتباع انت وش حال عندك الاتباع انت وش حال عندك انت ما كيش الحيزب اللي عندو كتر وخي يكون اكبر حيزب ما عندوش كتر من مليون يوا دك 30 مليون اللي صامتا من اللي انت اخبات واحد الجهة وتعينات خرج واحد الحيزب العدل وتنمي يربح بانتخابات حنا انه وهنا به وقلنا له الله عونك ولكن باش نبقى احنا مغربة لانه واحد عندو الصلاحية وراه اتباع في حزب واحد عندو الصلاحية وراه لوبيت كيدفعوه واحنا الصلاحية انا ذوي على نفسي وعلى المغربة اللي بحالي وكتر مني راه والدينا وجدودنا راه ما تدمهم تطهرق على هذه البلادات واحنا ما عمرنا دخلنا السياسة واحنا كنعمله في سياسة لان السياسة اللي كنعمل فانه هي هي المجتمع المدني احنا كنديروا التأثير ماشي التأطير تجعل الناس يعرف بانه المغرب عندو حقيقة الله الوطان الماليك 14 القرن ديال الاستمرارية ركت سوى من اللي انت عندك واحد للفهم السلطة من اللي لاخر عندو فهم الحكومة من اللي لاخر عندو فهم و14 القرن ديال التاريخ والحضاراتي عنده فهم والقوة دي المغربة في انهم فهمين اش كانت تعني 14 القرن الحضارة ماليك دي المغرب عندو قوة روحانية مستمدها من النبي سعى سلم لانه جده والمغربة الوقت اللي يمشى وطلبو العلويين راه طلبو العلويين راه ماشي يجا واخدو الحكم سيروا رجعوا للتاريخ وشوفوا سولوا جدودكم سولا ديكم المغربة يمشى وطلبون موليع ليش تريف قالوا له راه المغرب محتاجك قالهم واش كان يجمع علي قالوا له كان يجمع سيدي هذيك راه مسئولية طورة الملك والشعب النهار اللي تقاس محمد الخميس واشي واحد سيفة اسماس لمغربة قالوا مخرجوا الشريع كان ديك سعى شي اسماس احنا ملكيين احتل الدم احتل النخاع بلا طمع بلا التحاجة لانه عارفين الامن اللي احنا عايشينه الامن الامني والامن الغدائي بفضل القوة المؤسسة الملكية ملكي مكي يختمش في الرادي عندو بيطانة صاريحة رجال ونساء وكي يسمع للمشهورة وكي ياخد المشهورة والبيطانة اللي عند سيدنا ناس عندهم عارف تقال علامة احتاولينا نسمعوا مصطلحاتك وكي يكتلح في اسم التحكم ما معنى التحكم وشي واحد يتسمع اكثر والك وشي واحد دخلك لدارك وشي واحد دخلك لحسابك البنكي وشي واحد منعك تشتيلر دولت بيها علش نضلوا نسمعوا التحكم التحكم فين هو التحكم وري وني قتلكم انا اغيش واحد يجي يقولي ها هو افلان تحكم فييك سبا غين دير هاد مشروع ما خلاقش نديرو قلقوا السيدنا لوقت لا دوزوف الطيار اكثر ما دوزوف الارض هال مشاريع هال استثمارات وصابر والصمت والتأني علش نجعلو نحن نمطنا اليوم يتبدل احنا المغربة احنا الطاف إذا صبرنا معهد الحكومات الحكومة راماشي حيث هذك الحكومة دارت شي حاجة بصبروا معهد المغاربة راح يتلمغاربة صبارة راح يتلمغاربة لطاف ويخليه الواحد يدير كيكو كان يقوله خرج مرة وانت كنخليه يدير كنخليه يتصرف لو ما تدخل سيدنا اليوم فيكنا غنوصله تدوز على 4 سنين تدوز 40 عام وتدخل بأي ناحية واش ماله للاستحقاق الانتخابي الحزب اللي فاز رابع قفيز والشخص اللي أسباب متعددة السيبن كان أسباب متعددة هو عارفها واش شخصية واش داتية واش إديولوجية واش استراتيجية الله أعلم أنا نهاري سونين قلوه ولكن ما كان قلوش أنا في الميكرو شنو كان يفهم واشي كان نخليه لي والحبابي ولكن المواطن كان قلوه كان مسؤولية على عاتق المالي مسؤولية كده كده خمس شهور مية وخمسين يوم ما سهل شوف انت يا كشركة من اللي ما تخلص من عنده واحد الكليين ديالك عشهر حماق يخرجك العقل عندنا مئتين وعشرين الف طاليب كيتخرج سنويا قصم خدمة عندنا مقاوني شباب شوفوا ش حل مقاونة سدات شوفوا ش حل ديال ديال المديوني يرتفعات احنا كان حبوه المغاربة غداشي واحد يقيس سيبن كيرا ولا نغيروه لنلون شيء مشي نوقف جنبه ما نقبلش المغربية تضلو ولكن من اللي كانت تكون بناء دولة سيدنا جابنا كنز متو دولة الحق والقانون انا من الناس اللي مكنش كان طيق في تغيير في المغرب لانا تعدبنا وتعلقنا من رجلين في السموك لنا العصع دول مان ولكن مليش في نهاي هذا الرجل الصالح هذا الملك الصالح ما كيتكلمش مو الدون هارت ولا العرش ما كيتكلمش شوفوا 1800 كيلومتر ديال طريق السيار تاني دولة في افريقيا اللي عندها اطوال شبكة طريق السيار والمغرب شوفوا الامن شحالي سوا دي بالام شحالي سوا عبالله شحالي سوا الامن لو لو تلقى الامن تشريه سوريا وليش تلقى العرق بالملايات ديالة البترول يبيعوا كله عايقها الامن احنا كنخليوا سيارتنا عيالتنا كيخرجوا بالدهب ديالهم ولادنا كيخرجوا يلعبوه عندنا الامن الغدائي الماكلاتة كل اللي بغيتي في المغرب مما مشيتي من طنجل قويرة المشكل دي للصحرة كيفاش تدبروه شريف كيفاش تدبروه مشي المناطق الجنوبية والاستثمار عمها والخير عمها وانا من الناس اللي كنظن مشي وعندي اتصال وعندي شيوخي من قبيل رقيباتنا وولد الصحرة وكمشي عند الصحراء وكلم برك معهم كنقولوا ماذا في خاطركم ماذا بغيتو تقولوا احنا المغرب احنا المغرب ما كيشي حاجة من غير المغرب جابنا الملك المشداقية في افريقيا وفي العالم علاش كينشي ناس اللي هاد المشروع دي الله الوطن الملك ضرهم في رأسهم علاش عقرهم من اللي انت بغيت تغيير غير لنا بالكفاءة يولي عندنا المئات المقاولات يولي عندنا الفائد في الصندوق علاش الاروبينيكي قطر نزيدنا نحزم لي مياه عن قوق فاش غادي يفيد الواحد انه يمشي تكا على واحد الملفات دقيقة واحد ساعة سوي بدين مش فيها من المنبعش وش فيها شي جملا حييدها يودي بلقعات الماكين شوية دي القشرة ما بانش لك البلاصة اللي مقلقة كلها غيس خصى الخدمة احنا اليوم كنقولوا اللهم ملك الحمد سبن كيران ماشي خاص ماشي عدو سبن كيران ماشي خاص ماشي عدو رجل سياسي حزب العدو والتنمية ماشي خاص ماشي عدو حزب وطني ولكن الاذيولوجية دي لكو الحزب معروفة هذا كيدر استراتيجية والاخر كيدر استراتيجية احنا المغارب اليوم كنقولوا واش عنا وقت نضيعوه واش عندنا ناس خسنا نصيبوا اليوم مستشفيات ونصيبوا مستوصف ونكترهم الأطباء والدوائر خاص ويزيد الخاص بغينا المجانية تعمفش حال من حاجة في التعليم بغينا التكنولوجية للانترنت وبغينا المقاولة وبغينا الادارة في الانترنت تولي كتلعب ما نبقاش نمشي تدير صف في الادارة تولي تكليك وتخرجها هاد الاورش الكبرى عيش تعطلت انا والله فشورة نقدها يكون العراقيل وما كش العراقيل شنه خمس سنين ولا خمس سنين غادي نتكلمو احنا على المقاصة وغا نتكلمو على التقاعد وغا شنو هادا كشي نمشي نخدمو هي ولكن نمشي ندير الالكترونيك وندير الانفورماتيك للإدارة باش المواطن اللي كي يستورد ربعا هاد الحواجات من اللي غير قال الالكترونيك خدم معه وخدم معه الطابلات وخدم معه التليفون لش المؤسسات البنكية دخلوا لها دخلوا الإعلاميات بسرعة لش دخلوا لها لأن القاو بأنها هي اللي كتسهل العيش على المواطن داب اوليتي كتدو زفير متخلص الضو وتخلص الماء اذا من البنكات مش شودالوها عندهم ارادة عندهم حب المواطن وعندهم تهم استراتيجية للربح وانت الحكومة مايفيدكش انك تقلض بحال المؤسسة اللي عندك كان شركات أنا كان عارف مهندسين مغربة والله كانوا يصيبوا البراميج الإعلامية بالمجان بالمجان شنلقينا في استراتيجية دي التوظيف عما زادوا شركة المناولة علاش باش نقلصوا من الكلفة على الإدارة يا استيدي من لي ما قدرت يش تقلص الكلفة على الإدارة سير دخل الفلوس على دائما نحن نعرفوها نخرج الدواز عم من جهة ضيقة قل بلددواز وخرج من الفم الكبير هذا هو لكن احنا أنا شخصيا كنت كانت من الصغة الوقف وانه واحد الانسان من لي يلقى وعرقيل ويلقاه 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 مينتظر شتى صغة ولكن هذه مسؤولية كبيرة والحمد لله عشناها في 2017 نحن معه الملك الصارح نعيش الأحداث والحداث اليوم كيف يبين كيف يبين بأن الديمقراطية كينة في المغرب كيف يبين بأن الحرية كينة في المغرب وكيف يبين بأن المغرب قوي والملك قوي وبأن يلفت الأمور على حدها يدخل والحمد لله على هذه القوة الله الوطن الملك عاش المغرب